اشتركوا في القناة في شرط من الشروط ما متحقب فعز وجه اولا يقول ان تنصر الله ينصر طيب ان ينصركم الله ان ينصركم الله فلا غالبا فلا غالب نكرة في سياق النف كل من يعرف يبسط مبادئ اللغة العربية يعرف بان المكرة نكرة في سياق النف تفيد العم يعني لم يأجي وادخل هذا المحل المبارك وادخل لا رجل في القاعة ولا قعد لا رجل في القاعة سيد اوحي قل لي وانت انت رجل لا اذا كنت اخبت بانه مو رجل فيقول لي ما يسل لا رجل في القاعة لا رجل في القاعة لا رجل في القاعة هنا ايضا ينصركم الله فلا غالبا لكم يعني تقول في ستناء يعني كل يوم التوى الاقليمية كمان الان 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 هلتفت الامور اللي تراه كلها بكل صراحة اللي معيقة انتصارنا ان بعدين في ما زالت بعض الناس تريد ان تفكر بعقولها تريد ان تصل الى الامور بعقولها الوضع القليمي ما يسمح ما زلنا نسمح من كثير من الناس طيب الوضع القليمي يسمح بس الوضع الدولي بالعالمي يسمح طيب هذا يرد على من يرد على الله عز وجل لان الله يقول لا غالب لكم نكر في سياق النب يعني حينما تنصر الله وينصركم واذا نصركم الله فلا غالب لكم بعد ذلك اصار الا ان نحص بالله الغالب لغالب ولذلك مضق لما يتكلم السيد حصر الله فلا يقول له ما في هذا العنوان على المعانوم الله عز وجل ربط هذه الاشياء بهذا الله والامور كلها بيده عز وجل بعد ذلك الا ان نحص بالله مغالبون فما يصبح حزب الله ينهزب ينهزب لا يصبح لان اذا صار حزب الله انهزب اذا ما صحت المقول السابقة ان ينصر ان الله فلا غالب لكم اذا ما صحت المقول السابقة ما صحت اللي قبل هي وهي شنا ان تنصر الله ينصر و الى مصرحة هذي مصرحة مقولة ان الله لا يخرج المعان بينما انت تؤمن المسان المؤمن تمام الايمان لو شنو تشوف من تغيرات وتشوف من مضاغن هزيمة مؤمن بعين الله سبحانه وتعالى النصر لا بد ان يأتيك ويصد اليك ولكن انت الان ربما مفاهر النصر كيف جعل السياحة يعني ربما كثير من الناس السائلون كنا متوقعين المسألة مثل مصر مثل تونس مثل ليبيا بس لا شو بس الفقالة بس الفقالة ولكن الانسان اللي يتحارم مع الله سبحانه وتعالى بالمعادة الروح انت الان تتمنى ان تكون حركتك او ثورتك بعد هالتعام هذا التبديل اخر الان تقول الثورة المصرية الى هذا المرة الذي قالت الى الانسان او الثورة الليبية الليبية تقولي لهذا الكامر الليبية النخط الليبي اليوم في جب الثورة التونسية وهاتف لا ولذلك امر الروح غير امر ثورة النفس ثورة النفس قام الانسان وغضب لاجل نفسه العقل ثورة ايوان لاجل بان عقيدتي فكرتي انتهيك بها خصوصيته اما ثورة الروح الى اجل الله يسألونك الروح الروح ما تتحرك ان الله عز وجل هو المحرك هو الداخل واذا كان الله هو المحرك وهو المدبر فاذا لا بد ان يكون المصر حنيف الحنيف لا بد ان يكون في نهاية المراف النصر حنيف الحسان الذي يتحرك بدافع روحه وبدافع القرب الى الله سبحانه وتعالى وايرانه ايرانه ايرانه عز وجل هذا البعد المعرفي الذي توفى فيه شخصية السيد الامام اللي افترض سواء بالبعد الفقهي وكونه فقهي امتياز ما يستطيع احد من العلماء والفقهاء و يعني شخصيا اه انا درس في ايران درس نحن بعض الفقهاء اللي ما كانوا مع خط الثورة لكن واقعا لما يجي رئيس سيد الامام في مسألة فقهية وصولية وفلسفية هذا الفقهي ما يجد المحلم عليه يعني ما يجد الملي يقول قال بعض العظم قد ما يجب السيد الامام لكن يقول قال بعض العظم يعني اعتبر السيد الامام فقهي في رتبته الى معلم معلم الى كينا الى القعد الآخر في الفلسفة في الفلسفة والسيد الامام ايضا فإنسو في صفراز الاول ما حد يقدر ان يتكلم بانه بانه اه دخل فيه غسائل عقلية ورقائلية وفلسفية وما كان على حد تعبيره الايرانيه البخته تخلي ناضج ما لا كان ناضج ونضج واكتمل اذا جدنا الى العفان مسائل عفانية والطوايا العفانية وهي طوايا جدنا الدقيقة وحساسة خاصة في هذا الجنبة الجنبة الهلافة مع الناس والهلافة مع الله سبحانه وتعالى ايضا السيد الامام رحمه الله هذه المسألة يعني ما كان فيها متوسط او العكس الكل يعترف ويعرف شخصية هذا الرجل انه كما كان يعرف ان هذا الوقت كان واحدة اولى شريعة يعني بالفعل كان اعتميز وهذه مسائل يعني قد بعض الناس انت لما تكلم من موقع من حب انا ما اتحولت بتلاشيدي في حياتي ايضا انا ما اتحولت يعني صحيح انه انا رحيت الجمهورية وانا من حبل السيد الامامام انا ما استني انكره ولكن الفرق بين انسان يحبه اه بهاطفته وبين انسان راح درسه وراه شارع هذا الانسان وهو اضع على طاولة التشريح واعجب عنه بعد الدراسة اعجاب ما قبل الدراسة لا اعجاب ما قبل الدراسة مثل الانسان تسمع عنه وتعجب بسلوكياته واخلاقياته لكن يمكن له عشقية وياه وشوف والي الاشياء انت ما يحجب يتبير انه انت مفاهم يعني علي ابنا بيطارب عليه السلام وكنا احنا لحبه ولكن ما يعني مننا مؤهل ان روح نجي يا علي ابنا بيطارب لو كنا روح نجي وياه ويوميه قاعدين على السفرمافي انه ملكه خبز منه يبدو اياه اه هو قال عليه السلام ما ترك ريا بحق كنت صديق زد والسيد الامام نفس الشي اكثرونا يحبوا وكلنا يعني كل انسان يحترم واقعا عقله ووجدان الابان يحبه ولكن انك تروح هذه المعيات بتاسسه على اساس متوثق منه متأكد منه مو اعجاج هذا له هذا الشي طايم على اساس تقيم واقعين بعين عن العوارب والمشاعر الخاصة اه في هالسيا ربما في يعني جوانب مطيفة في الحديث عن الروح في جنبة روح المحبة او روح العاشة من المعروف من المعروف الثورات والتغيرات الكبرى حتى التغيرات اللي في نفس الحديث حتى انت انت اليوم اخوة من الناس المؤمنين يجي يقول ويشتك ويشفي كل ما ارد تتوم ارد ارجعنا اللي عبر عنا امامنا السجال في دعاءة بي حمز الثماني جاينة شهر الله انضيبا للموياكم هذا دعاءة بي حمز الثماني الامام يقول عن هذا الناس المؤمن الهي مالي صلحة صغيرة في مطر ومن مجلس الثوابين مجلسه عروت لبالية الناس ضلون ستين سبعين سنة بهال حالة هالة التغيير ايضا ما يسمى في حياة الانسان الا الى دخل الحب والعشبين والدليل نقراه في مناجات المناجات اللي حثة كثير السيد الامام عليها المناجات الشعبانية السيد ماخي الكثير كان يتكلم عن هذه المناجات ويحث الناس على قرارته في هذه المناجات الامير المناجات الامير عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام الهي لم يكن لي حوله ان انتقل عن معصيته الا في وقت ايقضني لمهمته يعني الانسان اللي اعبد الله عبالة خوف او او يعمل مع الزهر للحبالة الرغبة العبيد او التجار العبد او التاجر اذا شاش اللي يعبده وشعر بانه مو موجود ويطلع من النار اسم جديد ها؟ العبد شاف السيد ما موجود فيها القاعة يتكلم عليه الشخص بعد اللي عايش وياخد اساس مصلحة يحصلها منه من وراك يتكلم عليك بس الشخص اللي يحقوه لا الشخص اللي حقوه ما يقدر تكلم عليك ما يمكن اسطنق المهم يكون ذائب في المخشو لذلك جنبه من جلبات هذا الشيء سيه فده واللي طبعا يعني كانت ترى رثار كثير من اله ممكن انتون يعني في جونا الجونا العادي وخاصة بالمحرين قال يكون هذي الجنبه كثير يعني ما ما تمه او ما درسه او ما ترجمه بس السيد الريمان بس السيد الريمان رحمه الله دفع ضريبة جدا عالية في التمسك بهذا الضريق ان الحب روح الحب والعش هي الدافع من الانسان من اجل انجاز التغيير والاصلاح في الريمان ولا ايذا انسان غير الا اذا عشت واذا حد ولذلك تشاهدون تراث السيد الريمان الكرفاني فيه اشعار قد حد في الحوزات عندنا كانت مثال اختناء اختناء ترى السيد الريمان رحمه الله كان واحد من اساتلتنا الشيخ الجوالي الامري يقول درسه ترى الفلسفة والحرفان قبل لا يموت السيد الريمان يعني اختنوا الفلسفة اختنوا الفلسفة اذا مات السيد الريمان يمكن مراجع وعاجل يحالونها دراسة الفلسفة والحرفان وعندما تشاهدون اليوم فعلا في حوزة بن مجم هناك في الدريس حاتين معدتين انها مشكل جدا محدود وعلى ساتلة جدا معدونين بينما في حوزة الطرم لدرس الفلسفي والدرس الرفاني وخاص فيه مرحلة وجود السيد الريمان كان اصدهر تماماً باصدهار السيد الريمان ايضاً في مرحلة اللي كان مدرس الحوزة الطوقي مقبل ان اشتغل الكل مرجع ايضاً عانى الكثير حتى هو كان يقول بانه وصلت الزمور الى ان بعض الطلاب لما يروح السيد يشرط من الكاس يجون غسلون الكاس الطهرون يعمل الى الحد هذا المدنى وانا اذكر الساد فيه قال هاي لانا استاد اللي درسنا الفلسفي الآية الله الحباسي درسنا في حجر بحرم المقصوم عليه السلام اللي راح ينشوفون الحرم محاط بمجموعة من الغرح الصغيرة فدرسنا في الغرم الغرم كان مدرس اسمه آية الله الحباسي بالغرفاتية درس المنظومة في يوم من الأيام كان يجيبنا النساء فيقول ترى هذه الحجرة حجرة مباركة هذه الحجرة تدرس فيها سيد ريمان يعني دروسة كان يحطيها في هذه الغرفة الحمد لله تردتون جالسين في الغرفة يعني فيها بركة وأنفاس السيد ريمان رحمه الله فيقول حجرة مباركة يقول بأنه قال لي صانفة أحد الخدم الشيوبة في حرم المعصومة يقول أن السيد الريمان قال يدرس في هذه الغرفة دروسة كل هي خلص الفيق والفان الفيق والوصول وفي هذه الغرفة قال يدرس على واحد من المراجع الكبار بس يقول ما قال اسمه بس واحد اليوم هو من المراجع الكبار أيضا يعني آية الله العظام مقلدين ولكن مقلدون في إيران وإيران فيقول الطلاب طبعا مشتركين يعني في ناس يدرسون عند السيد الريمان بخصرون يروحوا لهذا الفقيه يدرسون عنده فكان هذا الفقيه على مسلح خالف السيد الريمان هو طلابه ما يقتضيه دراسة الفلسة ولا يقفون ما ما يستطيعون وغيرون بأنه دراسة الفلسة والعفران كفر ولا يجب انزل يوم ثاني طلبت السيد الإمام اللي راحوا هنا وسمعوا كلام حجي وتعريض السيد الإمام يرجعون للسيد الإمام وقلوا اللي ترى فلان يقول شدي وهؤلاء الطلب يقولوا شدي عنه وعن درسه السيد الإمام هؤلاء الطلبة يقول لهم هم يفعلون الشي اللي يعتقدون أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني يعملون بما يشوفون يشوفون تكليفهم ولحنو أيضا نشوف أن الفلسفة والعفران يقربون إلى الله فنعمل بتكليفنا وكل واحد يعمل بتكليفه وأجوره وغفاه فأستاذنا كان يقول يقول واقعا آلة الرئاسة ساعة طرسة لوما أنه كان إمام وعنده ساعة الصدر هذه ما جعله الله أزوج الإمام فأو ذاك الله يفضل الشيء الجوالي الأولي إلى خاضر الجوهيدة يفضل فيه للناس يقول له لا تعتقدون ترأتون سوتون سيد الإمام إماما هم؟ إماما صلى الله عليه من الله أفضل منتون سوتون إماما لا يقول الفقيه فقيها حتى يدعى في السماء فقيها الإمام نفس الشيء إني جاعدكا للناس إماما والإمامة ترى أنه شيء يأتي من حوزة كلم إذا حتى اليوم موجود ناس يخلون جديد ترى هذا فهم لا هو إسلام ولا هو الدين أن الله عز وجل الذي يجعل الإنسان إماما للناس وهذه المعامة الوصول إليها الاختبارات صعبة لا ينجح فيها إلا القدائل جدا 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 لا ينجح فيها إلا السابقون المقربون وإذا الإنسان اللي بشوف حياة هاي الرجل لا تقتلون من حياته يعني ما هذا مثل ما أحنا نشوف الرجال يعني طلق عوضه مرجع محترم هو الدوتر من سنة ما هذا لبره هو رجع لا 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 السيد المعامة عز وجل ربا وردارك على الجميل دائما أشكون في كتبه يقول ونصح بارته مقريبا يقول هاتان الآيتان وهما قوله عز وجل والتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي هاتان الآيتان جاءتها في حق ما؟ في حق نوسى ليسا الآيتين كلهم والتصنع على عين عين الله عز وجل يتكلم عن نوسى واصطنعتك لنفسي يقول هاتان الآيتان قرة عين أولياء يعني الولي يفهم شنوه معناهم الولي اللي يتربى على عين عن الله عز وجل يفهم شنوه معنا هالآية وإن الطفل رضيع الله عز وجل يوحي له ما نفسيه في اليام ها؟ اليام يأخذ بالسلاح يأخذ واحد أقول لي واحد أقول لا وبعدين هذا العدو وبعد قاعد يشاهد جواب البطون المساخ الحمن لأن كهنة بني إسرائيل الأخبروه أنه في هذا الزمان يولد ولد هو الذي يقضي على ملكك وبعدها راح العالمي اللي يبين بأنه يخير الماكرين يقوم يلقي رحمة ها؟ على زوجة قلب زوجة فرعون ومين قللها إلى هذا الولد اللي يشوفه في اليم أو في البحر والتعال بالناخذه والربي ويتربى في بيت فرعون ويرجع لهم تصنيع لي هادلون لو أي إنسان يسموه في الهم من جهة غالية صح؟ صح؟ وإذا بعد ذلك فرعون هذا الولد اللي رمضاه والنفتاه في القصرة واللي عين بعد ذلك الذي ربك فينا وليده غيرك ويلاك إحنا بسرط العالمين أراد شيئاً معين لا بني هذا الشيء لأنه إرادة الله السواجات دائماً وأبداً هي الغالبة لذلك لما نفهم بعد من أبعاق حياة السير الإمام وعليه في كونه شاهد على الإمام هذه الشهادة التي يلتفن بعض المؤرخين لسيرة السير الإمام رحمه الله يقول أن كما يقول عز وجل في الآية وليتخذ منكم شهداء أن هذه الابتلاءات اللي يتمرن على بعض الناس منكم الله يريد ياخدهم شهداء شهداء يعني شهداء أي يوم في يوم من الأيام بيجي حالف قال اللي بسجلة مرّاً اللي عورك اللي في السجون واللي شاف رب العالمين هيدنا المقام مو هذا اللي في الدنيا اللي قام أنه صغير ما أدري محل رئيس المزراء أو محل الملك أو محل المدير الفلاني أو السكردير الفلاني لا 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 وليتخذ منكم شهداء بيجي يوم من الأيام بأن هالفلال اللي قطط لمعورة في السجون العناء الله عز وجل يبقى في البشر كل يوم ويقوم مع الأيمام عليهم السلام ومع رجال مع الأعراف يعرفون كل من سينا يريدون لها الرتبة هذه هذا الرجل يقول المؤرخ الشيخ السيد السلام العلى الوحاني آخر اسمها في كتابة عن تاريخ إيران وفي سيرة السير الإمام رح نضع عليه يقول من الأشياء العجيبة المصالفة في حياة سينا المصالفة منه صغير صغير هذا صالف يعني صالف يوم اللي يعني قبل أيام الشاهد الشاهد الحمد للوحن من أيام واضحة مقبل بأنه مو مصالف من السيد الإمام المدينة اللي ذات اليوم يسافر إليها أو المحل اللي يسافر إليه تصير جريبة من الجرائب اللي يقول الإمام حاضر وشوفه يعني خلع الكجاب فيه مشاة تصد تصد مسجده وشوفه ألف من مرحلة قبل أن يطل سيد الإمام ذو من يموريز والله كان شخصية عادية يصالف من السيد الإمام مسافر ديه المدينة ما أدلش أنه صار في الصحان هذا القضية فالعليف الصحان ما صاره من النظام والصلة وصار قتل وكذا يصالف من السيد الإمام مسافر داخل يوم صار ما أدلش أنه قضية في عبادان إصالف السيد الإمام مسافر داخل يوم عبادان هذا معناه ان الله عز وجل يريد شنو؟ يريد خلي هذا الإنسان ترمومتر عنده إحساس وعنده شعور بالناس وهذا ما يصير للإنسان اللي على قولة ما يعايش شي حابله ها؟ مو اللي يتكلم عن الحاول كنا لما يتكلم عن الحاول الشجعان لكن غير لما يعيش مشاعر جندي في المعرة كنا نتكلم عن العبادة في أثناء المعرة وأنه صلاة واجب لا بد أصلي أنا بس لدت الصلاة شكرا جنون ما رح تشعرها إلا إذا خط حرب وشف نفسك بأنه يمكن تنوت لا لكن لما أصلي يجب أن أقدم الصلاة مع ذلك تشعر بحالات روحانية ونفسية ما يمكن أن تشعرها من تشعر في الحياة العادية يعني أنا أتذكر أننا عشنا أجواء لحارب 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 لما رح تلقى إلى آيام سنوات ثمانين أربع عشرين وشتمانية 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 حسب أن صوت الصلندر يعني لما ينفجر فهذا الأول ما أكلم بك بعدي ينقر الله في ألف سنمية وستة وثمانين كنت أكتب بصاري أخبت حتى عربين على المجرى على النيل يعني بينا بيت ماي معه أكثر من بئة وخمسين متر يعني وخاح على صاريخ بشاربي وثلا أخبت بيت واحدة. وانا بنت اكتب كتابي. حولة الاسلام. كملت وانا بنت. لكن المرحلة قولها. لا. لما كانت مضاب الضائرات. ما الصوارف. مجرد مضاب الضائرات يشتغل. كنا نصفوا ليشتغل. ما نعرف وين. وين الروح. في حالات الخوف. في حالات تجربة الشيء. هي اللي تعطيك. الفضرة على كانت. عايش مع الظكور مع الظروف. وتقدر تتحكم فيها والصيطر عليها. وتبرز. الجنبات اللي كانت مخفية فيها. كل إنسان. كل إنسان على طولة. يعني ما في إنسان. لما يخوت. التجربة غير لما يسمع عنها. ناس كثير. لما يكلم لي عن الحار وكذا. يحسب يعني أشياء واجد مخيفة. لكن لما يرود الجمهة يسير إنسان. شيء آخر. يعني قامل. يقول لي حد المشايخ المحرين اللي. سنة واخران وفي. في جبهة. في ايران. في مواجهة النظام البحث الهالك البائد. يقول يعني سيدي جينا ايام الصوالي. يعني القلاعف الصواليك وماذا شنو. والطلقات مثل الرشي المطار. فنبقى في الخنابق ما نبدأ حتى راسنا نطعم. والنار كنو نشرر. وعلى وقت نضلي حاجتنا في الخندق. ما في حركة. في الخندق. نار كنو نشرر. ونضلي حاجتنا. والنار ونقعد في الخندق. راسنا ما ندلون. فيقول إذا صار وقت النوم. الصور متوسط منه النام عليهم. الشهداء البائي. الشهداء البائيين توسطهم ونامهم. يعني منه يصور مسه. انه ينام الى جواء ميت. وينام ينام. بالاضحة ومن كذا ينام. فهذه كلها حالات ما يصنعها عند المعانات اللي يعيشها الإنسان. هي اللي تصنعك. الروح الثورية عند الإنسان. ولذلك. نقول الحمد لله على حسن الله. رغم ما جرم المنون لهذا الشعر الشريع. كل هاي والأجزاء. هاي والأجزاء. هي ترقية. وأبدأ لكم الترقية. لا تحزنوا عليه. بالعكس. هي الراقعة. ولذلك تشوفون الجواء المنظيفة. الراقية. كل واحد. في بعض مشروع حلاقي. وأيضا طبعا في المقابل. البواطن الخبيثة. الحين طلعت من الجانب المقابل. وهذا الشيء يراد. لأنه لا بد. الامور تصل إلى هذه المتبة. أن الخبائث اللي يبواطنهم خبيثة. والأشياء الطيبة طلع من الناس الطيبين. أسأل الله أفضل الجلد في ختام هذا الحديث. اللي مع مكان يكون يأقلنا أو تسطرنا. يبقى على الصليل. الإمام محمد الله. ما نستطيع من الحق ولا حق درة من حقه. لكل مسلم أو على كل مسلم في هذا الزمن. وفي هذا المصر. السيد الإمام إليه فضل. على أي إنسان في هذا المصر عيش حتى على حتى على الإمام إليه فضل. عليهم. يعني كثير من الناس اللي عادونه. في الواقع ما عرفوا الدين. وأطلق إلا معاداتا للسيد الإمام. إلا من فبن معاداتا للسيد الإمام صار وحمد دينيه. أشوف الرجل المؤمن بركة بركة. أينما حد. حتى على أعدائه. ليش لأنه ما يحمل كرد. ما يحمل روح حاطر الثائب. والشخص الرفيد. حتى على أعدائه. لأنهم يدخلون النار بسببه. كم جميل أن أخذ بهذه الكلمة اللي كان نقولها. أيام الحرب. في بعض زيارات اللي خانوا الناس يزورونه. يقول إحنا نفضع على صدام بسرعة. لأن صدام كل ما بقى في الدنيا زالت ذنوبه. وإذا زالت ذنوبه بزيد شما؟ عذابة في الآخرة. فنحنا نكون نقترب بسرعة. نفضع عليه عشان لا يزيب عذابة. في الآخرة. هكذا يتعامل أروح الطاهرة. والرفيعة الشهر. والناس بصحاب المستويات حالية. وهكذا يتعاملون مع أعدائهم فضل عن أحبائهم واصلطائهم. رحمة الله السيد والإمام. والناس بقول الله يحشرون عليهم. أعرف إن الله تأكيد. هذا الرجل تأكيد حاشينه عليهم. أصلا الله يرفع في درجاته ويعلي ذكره. ويحنى من سلطة دهين المكتفين بسيرته وبأثره ولنظمناه بالعالمين. والصلاة والصلاة والسلامة. اشتركوا في القناة.